فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة عن طريق البحث في محرك اليوتيوب أو من أسفل الفيديو وترك لنا رأيك في التعليقات وتابع الفيديو حتى النهاية فهو أصغر ملخص عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم لعلم إلا ما علمه والصلاة والسلام على النبي الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عزيز المشاهدين أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيوت الصحبة في مكة نرد أن نتخلم عن بيت عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقع بسفح جبل أبي قبيس مقابل تماما لجبل المروى يبعد عنه 390 متر عرفت الدار بالبيضاء وبعد عجرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عقيل بن أبي طالب والذي باعها أحد أبنائه إلى محمد بن يوسف الثقافي والذي بنى فيها داره المعروفة بدار بن يوسف ثم بعد ذلك اشتراها الخليفة أبو جعفر المنصور والذي أهداها لابنه الخليفة المهدي والذي أهداها بدوره إلى زوجته الخيزران بنت عطاء أم الخليفة موسى الهادي والخليفة هارون الرشيد والتي استخرجتها عندما جاءت الحج استخرجتها من دار بن يوسف وبنت فيها مسجدا منذ مئة عام تقريبا سنة 1350 هدم المسجد وبني مكانه مكتبة مكة المكرمة بناها أحد وجهاء مكة وهي الآن تابعة لوزارة الحج والأوقاف لما حفر عبد المطلب زمزم استضعفه قومه وأرادوا أن يشاركوه فيها فنزر إن رزقه الله عشر أولاد زبح العاشر قربانا لله عند الكعبة وكان العاشر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فلما هم بزبحه منعه أبو طالب شقيق عبد الله ومنعه أيضا بنو مخزوم وهم أخوال عبد الله ابن عبد المطلب ففاطمه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من بني مخزوم وأشارت عليه إحدى الكهنة أن يضرب بين عبد الله وبين عشرة من الإبل حتى فداه بمئة ناقة زوجه بعدها مباشرة بآمنة بنت وهب قبل حادثة الفيل بسبعة أشهر وبعد الزواج بشهرين انطلق يمتار لأبيه من المدينة أو قيل خرج عبد الله في تجارة إلى الشام ثم مرض بالمدينة شهرا ثم مات ودفن في دار النابغة من بني عدي بن النجار أخواله أيضا فزوجة هاشم وأم عبد المطلب من بني النجار كان لعبد المطلب ست زوجات منهم فاطمة بنت عمر والتي أنجبت له أبو طالب والزبير وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مع توأمته أم حكيم الملقبة بالبيضاء أما آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عن مولده كأن نورا خرج مني أضاءت له قصور بصرة من أرض الشام ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد خمس وأربعين وقيل خمسين يوما من حادثة الفيل ولد في الثاني عشر من ربيع الأول سنة خمسمائة وإحدى وسبعين ميلادية على يد الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف في اليوم السابع أولم له جده ودخل به الكعبة وسماه محمدا ولم يتسمى به قبله من العرب إلا ستا كانوا يرجون أن يكون محمدا منهم أما أحمد اسمه في التوراة فلم يتسمى به أحد قبله أول من أرضعته بعد أمه سويبة مولاة عمه أبي لهب التي أعتقها لما بشرته بميلاد محمد بن أخيه لما جاءت مرضعات بني سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب حليمة السعدية والتي رضى عندها عامين ولما رأت بركته كرهت أن تعيده إلى أمه ولما عادت به إلى مكة وجدت وباء فاستأزنت أمه لتعود به فأزنت بعامين حضانة حتى بلغ أربع سنوات وشق صدره فخافت وأعادت عاش مع أمه من عمر الرابعة وحتى السادسة عندها قررت أن تزور قبر زوجها وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأرته قبر أبيه ولما خرجت عائلة إلى مكة توفي في الأبواء ودفنها هو وحاضنته بركة الملقبة بأم أيمن لبعد 150 كيلو مترا من المدينة انتقل بعدها للعيش مع جده عبد المطلب من عمر السادسة وحتى السامنة وهو في السامنة من عمره توفى جده عبد المطلب والذي أوصى عمه أبو طالب أن يربي النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده فعاش في دار عمه من السامنة وحتى الخامسة والعشرين سبعة عشر عاما وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية عشر من عمره خرج مع عمه في تجارة إلى الشام وقابلوا الراهب بحيرة وعنده عشرون سنة شارك في حرب الفجار وكان ينبل مع أعمامه والتي تمنى بعدها أنه لم يشارك فيها وهو في الخامسة والعشرين من عمره تزوج السيلة خريجة رضي الله عنها وأرضاها وهو في الثلاثين من عمره رزقه الله زينب وهو في الثالثة والثلاثين من عمره رزقه الله رقية وعنده أربع وسلاسون سنة رزقه الله أم كلثوم وهو في الخامسة والثلاثين من عمره شارك في بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود في مكانه ورزقه الله فاطمة الزهراء والتي سماها تيمنا بمربيتيه جدته فاطمة بنت عمر المخزومية وزوجة عمه أبي طالب فاطمة بنت أسد وعنده تسع وسلاسون سنة رزقه الله القاسم وعنده أربعون سنة نبئ في غار حراء رزقه الله بعبد الله بعد البعثة وهكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش في دار زوجته خريجة سمانية وعشرين عاما من عمر الخامسة والعشرين وحتى السالسة والخمسين تخللها سلاس سنوات من السنة السابعة وحتى التاسعة في شعب بني هاشم ثم رزقه الله إبراهيم في السنة السامنة من الهجرة ثم عاش النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات في المدينة بعد الهجرة قضاها في حجرات أمهات المؤمنين ثم دفن في غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة